اشتركوا في القناة ثورة الوحدة الوطنية والتسامي على الخلافات لأجل العراق وتخريره واستعادته من الاحتلال البريطاني التي كانت ملحمة تاريخية هزت اركان الاحتلال الذي حاول بكل الوسائل تجميل وجهه القبيح بالشعارات البراقة مثل ما تعمل امريكا منذ احتلالها للعراق عام 2003 وشعارتها الكاذبة من حرية وديمقراطية وانتخابات صورية نستذكر اليوم بكل فخر كيف استطاع ثوار العشرين ان يعملوا بتنسيق مشترك بين علمائهم ومثقفيهم وشيوخ عشائرهم فقدموا الغالي والنفيس من المال والولد فكان نتاج ذلك ثورة مشتركة على قوى اجنبية احتلت بلدهم وسلبت خيراته وصادرت حقهم في قيادة بلدهم وضيقت حرياتهم وسعت الى زرع الفتنة والاحتراب بينهم لقد اتصفت ثورة العراقيين الكبرى سنة 1920 للميلاد بتلاحم مجتمعي فريد بين العراقيين وقامت على قناعات راسخة لطرد الاحتلال وتوفرت لها قيادة وعية استطاعت ان تنسق بين فئات العراقيين ومكوناتهم المختلفة لمحاربة المحتل وهز اركان الامبراطورية البريطانية واقتها وهي امور عززت من سبل نجاحها وانتصارها لولا فارق القوة والامكانات بين الثوار والاحتلال البريطاني وتاتي ذكرى ثورة العشرين هذه السنة والعراق ما زال يخضع الاحتلالين بغيضين سلطا على العراق وشعبه احزابا وميليشيات وحكومات باطلة يغلب عليها الولاء للاحتلال وينخرها الفساد ويسودك الكذب والخداع واصبحت سماتها الطائفية والعنصرية هي الطاهية على مجمل المشهد واضحت ممارستها وانتهاكاتها الارهابية الصارخة ضد العراقيين هي المظهر الابرز للواقع العراقي وهو ما يدعون الى النظر في سبل التغيير ووسائل انهاء الواقع الكارثي الذي يعيشه العراق والعراقيون حيث لم تعود المطالبة بالحقوق وحدها او الانتفاضات العفوية كافية لاستعادة البلاد بل لابد من سعي متواصل وعمل مستمر من نخب وطنية واعية لم تتلوث بفساد الاحزاب وحكوماتها المتعاقبة ولم تنخدع بالاكاذيب الدولية والمحلية لاحتلال العراق وسرقة خيراته وتدميره ان ثورة العشرين حافلة لكثير من المعاني النبيلة والقيم الوطنية والسياسية والاخلاقية القادرة على بعث الهمم فينا وتفعيل قدرات العراقيين الكامنة للخلاص مما هم فيه وانهوض بهم لتحقيق المطلوب الوطني كما حققه الثوار العشرين قبل قرن من الزمان والصلاة التاريخية بين ماضي العراق وحاضره قائمة والظروف الموضوعية التي اكتنف الثورة العشرين ما زال كثير منها عاملا حتى الان وهو ما يعزز الدعوة الى الاستفادة من تجارب هذه الثورة الكثيرة والمهمة ولسيما العلاقة بين قيادات ثورة العشرين بمختلف توجهاتهم وتعدد مواقعهم واللقاءات والمؤتمرات والجهود التي بذلوها في سبيل الوصول الى اهدافهم وطابعها الجماهري الواسع والشامل ان تجارب ثورة العشرين مفيدة لنا في تعزيز الوسيلة المثلى لتحقيق غايات العراقيين والتمكين لاهدافهم الوطنية التي نرى ان طريق تحقيقها الامثل يكمن في تحرك العراقيين بكل اطيفهم وفئاتهم ومحافظاتهم واحيائهم وساحاتهم للمطالبة بحقوقهم لتكون ثورة كبرى كثورة العشرين توقف نزيف الدم العراقي وتحبط مخططات اعدائه وتستعيد العراق من ايد الظالمين والفاسدين واللصوص وتحل مشاكل العراق ونحن على يقين تام بان سبل الخلاص موجودة وابواب النجاة لم تقصد واملنا بالله ثم بالعراقيين كبير وتعويلون على وعيهم الذي ظهر جليا في مقاطعة الانتخابات الاخيرة للعملية السياسية البائسة التي سقت الشعب العراقي العلقم ولم تعطيه سوى وعود السراب ورسخت فيه واقعا مأساويا جر البلاد الى غوية الجحيم بغية استئصال ما تبقى فيه من مقومات الحياة الانسانية وإذ نستذكر تلك المعاني الكبيرة لثورة العشرين ونأمل أن يحيي العراقيون جذوتها لاستعادة مجد أجدادهم فإننا نحذر من المتاجرين بدماء الشعب وهمومهم والمتاجرين بتاريخ أولئك الأجداد الذين نجدهم من أهم أدوات الاحتلال ومن أركال الفساد وأسباب الدمار الذي حل بالعراق ونرهم يدعون زورا وبهتانا أنهم ورثتوا تلك الثورة وأنهم يسيرون على طريقها وإذ نحذر منهم ومن تلبيسهم وزيفهم فإننا ندرك أن أكاذيبهم مفضوحة لجميع الشعب ولكنك الذكرى وتحذير لمن ما زال منهم غافلا عن هذه الحقائق حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء وهيأ لهم أسباب الرشاد والاجتماع على كلمة سواء يوحدون بها صفوفهم ويشدون بواسطتها على أيدي بعضهم من أجل الخلاص الحقيقي ليبنوا عراقهم الحرة والمستقلة والآمنة والمستقر إنه نعم المولى ونعم النصير الأمانة العامة الواحد من ذو الحج عام 1443 للهجرة الموافق الثلاثين من حزيران عام 2022 للميلاد اشتركوا في القناة